يقول من أكل شيئا من الفاكهة أو الخبز وكان متوضعا ثم دخل الصلاة ولم يتمضمض هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة لكن الأفضل والأكمل والأحسن يتمضمض خاصة إذا كان الذي أكله دسما فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب لبنا فليتمضمض يعني الذي يشرب اللبن فيه دسومة يتمضمض قبل أن يصلي وهذا الأمر للإرشاد وليس للوجوب بمعنى من دخل الصلاة وقد كان أكل قبل ذلك ما لا ينقض الوضوء فصلاةه صحيحة وحتى لا يفهم أو يتوهم بعض الأخوة اللي شاهدوني لأن هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن من أكل لحم الجزور يعني الإبل انتقض وضوءه كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عموما أكل الفاكهة والخبز يعني يستحب للإنسان أن يتمضم قبل أن يدخل الصلاة ولو دخل لا شيء عليه موسيقى